نعيم الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى فطوبى لمن زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة ومن هؤلاء الزهاد أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أحد السابقين الأولين ومن نجباء الصحابة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة واختفى في أستار الكعبة أياما كثيرة حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وهو أول من حياه بتحية الإسلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم فأتى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلم نصفهم ثورا وأسلم النصف الآخر بعد الهجرة ثم أسلمت قبيلة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وكان يواز بن مسعود في العلم والفضل وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل قوالا بالحق لا تأخذه في الله لوم تلائم كان أبو ذر حريصا على تبليغ السنة فقال لو وضعتم السيف على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وكان يتحلى بصفتين من صفات الأنبياء الصدق والأمانة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر ومع صدقه وأمانته نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب الإمارة لضعفه عن أعبائها فقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفة وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليتهم وكان يعرف بالتواضع ولين الجانب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر قال أبو ذر أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم توفي أبو ذر سنة اثنتين وثلاثين بالربذة في خلافة عثمان وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أمرني بحب المساكين والدنو منهم ترجمة نانسي قنقر